رصدت منظمة الصحة العالمية معاناة 7 ملايين و 400 ألف شخص من سوء التغذية في مختلف أنحاء البلاد في اليمن وقالت في بيان الثلاثاء إن بينهم مليوني طفل دون سن الخامسة و مليون و مئة ألف امرأة حامل و مرضى ولفتت المنظمة إلى تلقيها تمويلا من الحكومة الألمانية لمواصلة تشغيل برنامج التغذية للفئات ذات الأولوية اشتركوا في القناة